مفرزة للجيش الوطني الشعبي مدعومة بحوامتين نمس الخميس بالمنطقة الحدودية شناشن شرق ولاية اندوف الناحية العسكرية الثالثة بركبتين رباعيتين يدفع فيما تم تحييد إرهابيين من مروجي المخدرات واسترجاع كمية من الأسلحة والضخيرة منها رشاشين تقيلين من نوع أفن بيكا ومسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومخازن خاصة بالمسدسة رشاشة من نوع كلاشنيكوف بالإضافة لكمية معتبرة من الضخيرة من مختلف العيارات 1562 طلقا العملية مكنت أيضا من حجز خمسة قناطير من الكيف المعالج كانت بحوزة المجرمين يضيف ذات البيانة